موسيقى عادوا إلى الملاعب بعد طول غياب فأشعلوا حماسة الجمهور موسيقى هم قدام لاعبي منتخبي الكويت وقطر نجوم جمعتهم مباراة ودية على أطراف سوق واقف التراثي موسيقى فعالية ضمن برنامج احتفالات شعب واحد بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت مباراة بين شقاء نحن كلاعبين زملاء من مدة والآن نعمل مع بعض في الإعلام مناسبة جدا سعيدة واستمتعنا بكل لحظة فيها والله صراحة أنا خليت الكورة من قبل ورديت الكورة بس المشكلة نحن رجعنا ونحن سقال جايبنا شوي يعني لأنهم هم مخيثين منه ونمتأكد مية في مية أننا نحن رحلنا نحسن منهم إن شاء الله الفكرة كبرها يعني أن التجمع الجميل الذكرات الجميلة مع الشقاء دولة غطار وأحبابنا لنا صداقة كبيرة تجمعنا بين لعبين غطار فالمبادرة الجميلة نحن سمتعنا فيها سمتع فيها جميع الموجودين في سوق واقف الفعالية على أكمل الوجه الصراحة ما قصروا والله يعطيهم العافية وهذا مشاركة مننا غليلة لدولة الكويت والجيل ذكرنا بالجيل طبعا وهي يوم اللعب وهم وجيلهم بعدها نفس الجيل اللي نحن لعبنا معه فعالية حلوة وانتمنى إن شاء الله استمرار فيها إن شاء الله استعاد اللعبون ذكريات الزمن الجميل وأبدوا مهارات واسعة احتفظوا بها رغم مرور الزمن أما الجمهور فالتقى صانعي أمجاده الكروية في أجواء أخوية ممتعة والله مبادرة طيبة احتفالات دولتنا الثانية قطر في مناسبة العياد الوطنية الكويتية هذا شيء مغرب عليهم وجدا مبادرة طيبة بوجود القدامة اللاعبين اللي هم الكويتين وأيضا القطريين واستمتعنا صراحة في متابعة الأنبارة تعادل أنهى نصف ساعة من المهارات والشغف وضربات الدرجي كانت لصالح العنابي على الأزرق الضيف كأس المباراة من نصيب العنابي لكن الفرحة واحدة بتأكيد معاني الأخوة التي تجمع الكويت وقطر في زمن صعب تمر به دول الخليج الواحد سلمان النجار التلفزيون العربي الدوحة